لبعض الأقبار وهبدأ من توتنهام بما أنه الموسم طبعا خلاص انتهى من فترة طويلة كل الاندينة النهاردة بتتكلم على المركات والنهاردة توتنهام بيعلن عن أولى صفقاته للموسم الجديد وبقول لحضراتكم رهاني كبير جدا على الاسم ده افتكروا الاسم ده كويس جدا أرتشي جري ده لاعب كان بيلعب في ليدز ينايتد العقد ده هيكون لمدة 6 سنوات والولد ده عنده 18 سنة التيشرت اللي هيلبسه في توتنهام هو رقم 14 وده يا دول يعني بالأرقام طبعا العشرة والسبعة والاربعتاشر دول بالنسبة لي لعيبة يعني لهم كواليتي مختلف شوية ولد عنده 18 سنة و توتنهام دفع فيه 40 مليون يورو ليدز ينايتد وبالتالي هم امرهنين على انه يكون نجمة من نجوم الكرة الانجليزية مش بس فريق توتنهام في السنوات القادمة من استفقات كمان اللي فيه كلام كتير عنها وطبعا انتوا عارفين انه الدوري السعودي السنوات الاخيرة بيستهدف كتير من نجوم اوروبا واحد كان من نجوم البريمير ليج كان من نجوم الدوري الالماني في الاول مع بروسيا دورتموند ثم كان من نجوم البريمير ليج وتحديدا اعتقد فترة ظهوره الكبيرة اوى او نكحة اوى في بريمير ليج كان مع الارسنل وحاليا هو بيلعب واحد من نجوم الدوري الفرنسي وتحديدا فريق مارسيليا بيار امريك اوباميانج الحقيقة فيه تقارير سعودية كتير جدا بتتكلم انه فيه اتفاق تم التوصل ليه ما بين ادارة الشباب مع الدولي الجابوني اوباميانج بشأن انتقاله للدولي السعودي في الموسم المقبل ولكن يمكن الصفقة مازالت متوقفة على فكرة المقابل المادي في نفس الوقت اللي ادارة مارسيليا على فكرة اوباميانج بيلعب بشكل اساسي ويعتبر واحد من عمدة فريق مارسيليا يعني ما هواش بيفنش لا ده لعب السيزن اللي فات بشكل كبير جدا مع مارسيليا واحد من اهم اللعبة وبالتالي حتى ادارة مارسيليا بتطالب اللعب نفسه بتحديد موقفه هل سيبقى ام سيرحل ده اللي هتصفر عنه او اجابته ننتظرها فيه خلال الايام القادمة مدرب البرتغال يعني كلام على فكرة طبع مارتينيز مدرب البرتغال ومدرب بلجيكا السابق اللي يقود منتخب البرتغال حاليا كلامه ورسالته تحديدا لبار ميونيخ الحقيقة وده يمكن مش لقو المرة هو بيجدد طلبه لإدارة بار ميونيخ للتعاقد مع نجم منتخب البرتغالي جواو بالينيا واللي بيأكد في تصريحاته دي الرجل شغال ماركتير يعني رجل كمان بيسوق للعيبة المنتخب البرتغالي وليه لا يعني بما انه هو واحد من الحقيقة من المنتخبات اللي اتطورت على مستوى العناصر دايما البرتغال طول عمرها هو منتخب النجم الأوحد يعني مش فاكر امتى كانت البرتغال في مرحلة من المراحل عندها نجوم كتير يعني الاستثناء الوحيد في الكلام ده هو الجيل الحال النهاردة عندك عدد كبير جدا من النجوم في اهم اندية العالم في كل المراكز بتكلم على كانسلو بتكلم على جوو فليكس بتكلم على كريستانو رونالدو طبعا بتكلم على برونو فرناندز بتكلم على كتير كتير اسمائك فيتينيا طبعا مع درشانس انا شوف فيتينيا يمكن يكون كمان اهم نجمة فيه النسخة الحالية من منتخب البرتغال فبالتالي الحقيقة طفرة كبيرة جدا عملها من منتخب البرتغالي ووجودهم الحقيقة يعني على رغم انه دوري البرتغالي مش قوي اه فيه فرق زي سبورتك جيشبونا زي بانفكا زي بورتو كل فين وفين بتنافس او بتظهر او يعني بتاخد لقب على مستوى اوروبي لكن ما تدرش تقول انها من الاندية كبيرة في اوروبا ورغم كده اعتقد انه سياسة الاحتراف اللي اتبعتها ببرتغال في السنوات الاخيرة سهمت بشكل